السلام عليكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من سلسلة دروس مادة التربية الإسلامية السنة الأولى سنة الأولى بكالوريا استعدادة لامتحان الجهوي مع سؤال جواب في صورة يوسف كنا قد توقفنا عند هذا السند قال الله تعالى قالت فذلكنا الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين السؤال اقترح مضمونا مناسبا للآية الجواب هو اعتراف امرأة العزيزة ممنس بمراودتها ليوسف وتهديدها له بالسجن إذا لم يحقق رغبتها سؤال آخر يقول كيف تقتضي بعفة يوسف عليه السلام في حياتك اليومية الجواب اقتضي بعفة يوسف عليه السلام في حياتي اليومية من خلال التحلي بخلق العفة مع خارق ونفسه مجتمعي والحفاظ على أمانة الآخرين ولا عدم الاقتراب من المحرمات قولا وفعلا السؤال يقول كان القميص في صورة يوسف وسيلة من وسائل الإتبات وضح دوره في تكذيب الإخوة وتبريئة الذئب وتكذيب امرأة العزيز وتبريئة يوسف الجواب القميص في صورة يوسف كان وسيلة من وسائل الإتبات ويتضح دوره في تكذيب الإخوة وتبريئة الذئب إذ استخدم الإخوة القميص على أنه افتراس من الذئب ليوسف عليه السلام بعد أن تخوبد من كذب لإخفاء جريمتهم وتبريئة أنفسهم لكنهم نسوا أن يمزق القميص إذ لا يوجد ذئب يفترس إنسانا دون أن يمزق قميصه وهذا الأمر هو الذي فطن له يعقوب عليه السلام تكذيب امرأة العزيز وتبريئة يوسف فالقميص كان سببا من أسبابي تبريئة يوسف لما شهد الشاهد بأنه إذا قطع قميص يوسف من الخلف فقد كان صادقا أما إذا قطع من الأمام فقد كذب فلما وجدوا بأن قميصه قد من دبر تبين لهم صدقه السؤال يقول صف الخطة التي وجه بها يوسف عليه السلام السنين العجاف ثم اكتب الآيتين أم من الصورة التي تتضمن تلك الخطة الجواب يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام اعتمد خطة لمواجهة السنين العجاف اعتمدت على ادخار المحاصيل الزراعية بطريقة علمية في سنبوله تحفظه من التسوس ثم استصلاح جد الأراضي واستثمارها زراعيا عبر زراعتها لسنوات متتاليات ثم ترشد السهلاك والاقتصاد في السنوات الرخاء وتوزيع المؤن بعدل واعتدال في السنين السبع الجعي الجاف ثم بعد ذلك تأمين احتياط من البذور في السنوات الجفاف لاستعماله لاحقا والآيات الدل عرب الأمر هي قول تعالى قال تزرعون سبع سنين ذأب فما حصدتم فدروه في سنبوله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون السؤال يقول حدد موطن التشابه بين تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتصرف يوسف عليه السلام عندما أقبل عليه إخوته يريدون الكيل ثم سنتج قيمتين مشتركتين بينهما الجواب موطن التشابه بين تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتصرف يوسف عليه السلام عندما أقبل عليه إخوته يريدون الكيل هو عفوهما وتسامحهما مع من ظلمهما فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قريش عندما قذر عليهم كما عفى يوسف عن إخوته بعدما مكنه الله تعالى من رقابهم القيمتين المشتركتين هما العفو والتسامح سؤال آخر يقول استحق يوسف عليه السلام أن يكون قدوة للشباب حدد من خلال الآيات الآتية القيم التي يتمتع بها إني حفين ظن عليم هذه قيمة الأمان والعلم لا تثريب عليكم العفو والتسامح سؤال يقول استخرج عناصر مفاوضة يوسف عليه السلام لإخوتي من خلال الآيات الآتية العناصر يعني ما هي الشروط والأمور التي قام عليها التفاوض في التفاوض تكون عندنا أطراف التفاوض وموضوع التفاوض ونتيجة التفاوض أطراف التفاوض في هذه الآيات هما يوسف وإخوته موضوع التفاوض الإتيان بالأخ نهاية التفاوض أو نتيجة التفاوض استراروا الإخوتي على إتياني بأخيه من يوسف قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل ونا خير المنزنين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون إذن ناصر المفاوضة كما قلنا هي طلب أو يوسف وإخوته موضوع التفاوض أن يأتوا بأخي بن يمين أو نتيجة التفاوض وعد الإخوة ليوسف أن يأتوا بالأخ سؤال يقول لماذا وصف الله سيدنا يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين والمخلصين المتقين الجواب وصف الله سيدنا يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين والمخلصين المتقين ثناء منه على ثباته والصعصامي في مواجهة الابتلاءات فالمحسنون أحسن الظن بالله والمخلصون أخلص لله عز وجل فلم يزني ولم يقل الأمانة والمتقين اتقى الله عز وجل في الصراء والضراء فكان له علو المكانة جزاء على إحسانه وإخلاصه وتقواه قال تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتوني موثقا من الله لتاتنني به لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله قال الله على ما نقول وكيل في هذه الآيات ذكر يعقوب عليه السلام بأنه استأمنهم من قبل على يوسف عليه السلام استدل من الشطر الأول من سورة يوسف ما يتبت ذلك الدليل هو قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف وإياكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لينك له الذيب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابات الجب وأجمعوا أن يجعلوا في غيابات الجب وأوحينا إليه وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون سؤال إمنأ الجدول الآتي بالقيمة المناسبة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هنا الصبر التوكل على الله الاستعانة بالله قالت مرات العزيز الآن حصحص الحق أنا راوت عن نفسي وإنه لا من الصادقين هنا الصدق الاعتراض بالذنب قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هنا العفو التسامح الرحمة كل هذه قيمت تصلح السؤال يقول جاء في الآية من صورة يوسف أن الأمان والكفاءة من أسس استحقاق يوسف عليه السلام للمسؤولية حدد أطارين إيجابيين على المجتمع لإشتراط الكفاءة والأمانة في تحمل المسؤولية الجواب أنه من الآطار الإيجابي على المجتمع لإشتراط الكفاءة والأمانة في تحمل المسؤولية هو إصلاح المجتمع وقطع الطريق المفسدين ثم تشجع الكفاءات على الاجتهاد السؤال يقول ما الذي دفع ملك مصر إلى تعيين يوسف عليه السلام ليكون مسؤولا عن خزائن مصر الجواب الدافع الذي دفع ملك مصر إلى تعيين يوسف عليه السلام ليكون مسؤولا عن خزائن مصر هو أن يوسف عليه السلام كان قد تمتع بقيمتي الأمانة والخبرة الدليل وقال الملك يتوني به أستخلصون نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم سؤال يقول كيف يساهم الأكفاء في خدمة الصالح العام الأكفاء هم أهل الخبرة والاستحقاق في كل مجال من المجالات وهم الذين ينبغي أن يتصدروا مسؤوليتهم على المجتمع خاصة المام الكبرى حتى يساهم في خدمة الصالح العام وحتى تسير الأمور في طريقه الصحيح فينجح المجتمع بذلك ويتقدم إلى الأمام لأن الكفء والخبير في مجاله هو الذي يستطيع أن يتقن عمله إذا نصح فيه وعمل بجد وإخلاص ويستطيع أن يقود المجتمع إلى الازدهار والرقي تماما كما فعل يوسف عندما طلب أن يتولى خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم فقد نقل مصر من القحط والجفاف إلى التقدم والازدهار سؤال يقول بيني الضور الذي قام به يوسف عليه السلام المحافظة على إعمار الأرض الضور الذي قام به يوسف عليه السلام المحافظة على إعمار الأرض وأنه وضع خطة محكمة من كل الجوانب لمعالجة مشكلة الجفاف وهذه الخطة قامت على أسس علمية أهم وعلى خطة متينة ركائز وتدبير السهلاك المحاصر الزراعي لتأمين الناس من خطر المجاعة والعمل الدؤوب لتعمير الأرض يقول الله تعالى وقال الملك يتوني بي أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحصنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون السؤال يقول استخرج من الآيات الواردة في السند الأسس التي تقوم علي المسؤولية الجواب الأسس التي تقوم علي المسؤولية هي الأمان العلم والحفظ حدد أسس توجيهات يوسف عليه السلام في مواجهة سنوات الجفاف مستدلا على كل أساس بما يناسب من أدلة الشرعية إذن توجيهات يوسف عليه السلام في مواجهة سنوات الجفاف كانت على الشكل التالي أولا بيّن خطة الإنتاج ومستواه قالت زرعون سبع سنين دأبا والدأب هو العمل متواصل طبعا ثانيا زيادة المدخرات قال فما حصدتم فدروه في صنبله أي تركوه في صنبله حتى لا يتسوس ثالثا تقييدوا وتنظيم الاستهلاك في سنوات الأحد قال ثم يأتي من بعد ذلك من بعد ذلك سبعون شداد كنا ما قدمت منهن إلا قليلا مما تحصنون السؤال يقول ظهرت في قصة يوسف عليه السلام قيمة الصبر وليقيم حدد تجلي كل منهم ما تجليه يعني فين كي يبالينا فين كنشوفوهم الصبر في يوسف عليه السلام كان قد صبر عن المعصية وتجلى هذا الأمر في رفضه الخضوع لشهوات مرأة العزيز ومرأة النسوة والصبر على الابتلاء في تجلى هذا الأمر في صبر يوسف على أداء إخوته والصبر كذلك على الابتلاء تجلى في صبر يوسف على السجن اليقين تجلى في يقين يعقوب عليه السلام في نبوة يوسف عليه السلام وأنه لم يهلك ثم يقين يوسف عليه السلام بأنه سيلاقي أباه وإخوته ثم يقين يعقوب عليه السلام في أن الله عز وجل سينصره ويؤيده ويقين يوسف كذلك بأن الله عز وجل سينصره ويؤيده وهو في هذا الأمر تقبل كل آيات التي تناسب هذا المعنى سؤال يقول السيد من سورة يوسف على أن الأولاد مقصد من مقصد الزواج قال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولذا سؤال يقول السيد ظهر كتابة مع الشكل التام من سورة يوسف ما يدل على حكمة يوسف حسن التعامل مع ثروات بأبتزان واعتدال بهار ملك مصر بذلك قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروا في صنبله إلا قليلا مما تاكنون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ياصرون وقال الملك يتوني به السؤال يقول الأمان والكفاءة الشرطانية ساسيان في تحمل مسؤولية ويعد سيدنا يوسف عليه السلام نموذجا رائدا في التحلي بهما أبرز من خلال جدول تجلياتهما في قصة يوسف مستدلا عليهم بما يناسب من الصورة تجليات يعني في كتولنا الأمانة تجليات الأمانة تتجلى في تقة ملك مصر في كفاءة يوسف وتحميل مسؤولية الأمانة قال تعالى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين تجليات الكفاءة تتجلى في الإعلان لليوسف عليه السلام في إعلان يوسف عن كفاءته والسحقاقه في تدبير خزائن مصر في تدبير خزائن مصر خدمة للصالح العام وقوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض أني حفظ عليهم خير دليل على هذا الأمر إلى هنا نكتفي نكتفي بهذا القدر وإلى حصة أخرى إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر